اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهموز وما كانت احد اصوله همزة احد حروفه همزة همزة مش حرف علا ما يجيش فيه الالف مهموز كما بدأ اخذ سأل الفعل المعتل الروح الفعل المعتل المعتل وما كان احد اصوله حرف علا كما وجد اقسامه كي المثال هو اجوف ناقس هو لفيف لفيف في قسمين فروق ومقف رون نبدأ بالمثال هو ما اعتلت فاقه فعل اي حرفه الاول شوفوا الحرف الاول نسيب فيه حرف علا ولا بل بغي يبدأ بواو دائما نسيب فيه حرف الواو نسيبوا الواو كما وجد وعاد هنا هاو حرف علا الواو والالف لي في بداية الكلمة الواو وهنا creation مثال كنسيبو فيه كلمة الاجوف بالله نسيبوه في الوسط الكلمة ما اعتلت العينه اي حرف هو الوسط هما الالف والواو هنا نسيبو الالف هنا سيبوه وهنا الو الو وتيسيبوه الوسط ولا الواو ولا اليا معنى تعرفوه به اجوف ماهوش مثال هنا المثال تعرفوا في العلة يكون في البداية الكلمة والأجوف يكون في وسط الكلمة أما بالنسبة للفيف لفيف فعنا قسمان مفروق ومقرون المفروق شاهو المفروق ومحتلت فهو ولامه أي أوله وآخره مثال شاهدوا في حرف اللول التاع ومثال كماذا كم نتلقلين على الأول والحرف التاع ويجي في الأول حرف علة وآخر حرف علة يجي بناتهم حرف يفصلون بينهم حرف مثل وافة هاوين الواو حرف علة والياء الثاني حرف علة هادو زوج حرف العلة ألف المقصورة والواو هم جايين هنا لفيف مفروق ما مش جايين في رحضة فصال بناتهم حرف معتها دا نقولولو مفروق واقع هادو مفروق مقرون هو معتلت عينه ولامه أي الحرف الأوسط والأخير يكونوا في رحضة مثال مثلا طاوة نوا هاكا طاوة نوا يكونوا زوج حروف علة متلازقين نجو في رحضة هذا مقرون وليكونوا متبعدين يقولولو مفروق مشاهدنا كرام كانت شرح الفعل شرح الدرس الفعل الصحيح والمعتلي تلاميذ السنة خامسة الابتدائي ملتقي في فيديو مقابل ان شاء الله مع السلام ما متنسوش ابوني وجام وضغط على جارة سليس لكم كل جديد